موسيقى السلام عليكم تناولت الصحفة العربية اليوم العديد من الملفات ركزت على أشأن السوري أشأن المصري سنناقش اليوم هذه المواضيع والموقف التونسي منها على الصعيدين الرسمي والشعبي كما سنناقش ونستفسر أكثر عن بعض المواضيع والمستجدات الداخلية في تونس مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية الكاتب التونسي نجم الدين العكاري رئيس تحرير جريدة الأنوار التونسية أهلا بك أستاذ نجم الدين مرحبا سأبدأ معك من الشأن التونسي الداخلي في السبع والعشرين المقبل أو من الجاري أقصد يوم الخميس ستتم مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة أنت كتبت في أحدى مقالاتك عن خطورة هذا القانون لو توضح لنا لماذا هو خطير برأيك؟ خطورة هذه القانون تكمن لدى معارضيه ومسانديه خاصة أن كل طرف منه يهدد بأشياء خطيرة جدا تصل إلى حد حرب أهلية أو ثورة جديدة إذا تم تمرير القانون والتصويت عليه أو إذا لم يتم تمريره إلى حد الآن هناك اختلافات بين الطرفين وبين الشارع أيضا وبين الأحزاب السياسية حول هذا القانون هناك من يرى أن القانون العدالة الانتقالية المعروض بدوره على المجلس الوطني التأسيسي أشمل وأفضل في اتجاه حل مشكلة المنتمين إلى النظام السابق أو الذي يسميهم البعض الفلول أو أزلام نظام السابق أو غيرهم الذين تعاملوا مع العهد السابق أو النظام الفاسد الدكتاتوري السابق نعم سنعود لمناقشة هذا الموضوع بطريقة أوسة أو بطريقة أشمل مع مواضيع إضافية حول تونس لك بعد أخذ عنوين الصحف العربية الصادرة الصباح هذا اليوم السلام عليكم جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف نستهلها مع صحيفة الشرق الأوسط مقاتل المعارضة السورية يعلنون تلقيهم دفعة من الأسلحة الحديثة النظام يدك القابون بدمشق بصواريخ فجر ثلاثة الإيرانية مصر قوى إسلامية تستبق 30 من يونيو باستعراض للقوة استقالة محافظ الأقصر بعد تنامي الغضب ضده واشنطن قلق من اتصالات طالبان مع إيران وتوتر تركي ألماني بعد خطابات نارية إردوغان المعارض لا تعرف إلى الاحتجاج وتريد وقف مسيرة التقدم من صحفة الشرق الأوسط منطق إلى صحفة الرأي الأردنية المعارضة السورية تتلقى أسلحة حديثة وقطر تستضيف اجتماع أصدقاء سوريا اليوم بوتين رحل الأسد سيترك فراغا سياسيا خطيرا وفي الشأن السوري أيضا مسيرة في عمان نصر للشعب السوري مطالبة بالإصلاحات ومحاربة العنف الجامعي إلى لبنان الجيش اللبناني يغرق منطقة البرلمان إثر احتجاجات وعد تأجير الانتخابات قلق أمريكي من تزايد وطيرة الاشتباكات في لبنان وإلى مصر إسلامي مصر في الشارع دعما لمرسي وسعيا لإنقاذ الثورة مواجهة بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري من الأردن إلى لبنان وصحيفة الأخبار أمريكا تطارد لبناني أفريقيا ماذا تعد السعودية لحزب الله وخطة عسكرية لقمع الفتنة وعن مصر مليونية تحذيرية مرسي خط أحمر الآن ننتقل إلى الجزائر وصحيفة البلاد إني تحاول تجنب العقوبات الجزائرية رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية التقى المدير العام لسونتراك في روسيا وفي الجزائر أيضا القبض على تونسيين وحجز 45 قطعة سلاح على المناطق الحدودية ظهور أولى معالم عكاس الوضع في تونس على الجزائر وفي العنوان الأخير من هذه الصحيفة المغرب يحاول الضغط على الجزائر بيقحم مسائل السياسية صراع جزائري ومغربي يؤخر انتخاب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الختام مع صحيفة الراي الكويتية مجلس رمضان أعيد على تغيير البراك نسبة المقاطعة ستكون عالية ولا يوجد بلد إسلامي تتم فيه الانتخابات في رمضان مع هذا العنوان نصل إلى ختم جولة اليوم على أبرز عنوان الصحف العربية أما الآن فنعود لزميلة فطون لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا لك هيبة إذن من جديد نعود إلى ضيفنا من تونس الكاتب النجم الدين العكاري مجددا أهلا بك كنا نتحدث عن قانون حماية أو قانون الثورة تحصين الثورة في مقابل هذا القانون يبرز قانون العدالة الانتقالية ما هي حظوظ نجاح هذا القانون الكثير يتحدثون بأن هذا القانون هو أكثر مطابقة للمعايير الدولية بحيث لا يبقى موجبا للمصادقة على قانون تحصين الثورة كيف ترى الأمر أنت؟ أنا مع الرأي للقائل بأن قانون العدالة الانتقالية أفضل وأقل خطرا على المجتمع التونسي في الفترة القادمة باعتبار أن فيه هناك محاسبة ثم مصالحة وانتهاب عودة الذين كانوا في العهد السابق إلى العمل السياسي النشاط دون إقصائهم أو عزلهم بصفة تامة كما يترحه قانون تحصين الثورة الذي يجد معارضة لدى عديد فئات المجتمع التونسي وحتى خارجه أيضا أغلب أحزاب المعارضة تساند قانون العدالة الانتقالية على حساب قانون العزل السياسي الذي ترى فيه أنه مخالف حتى للدستور الذي لم يتم إنهائه فيه فصول تتعارض مع الجانب الحريات وغيرها في الذي يتضمنها الدستور الجديد الذي ينتظر المصادقة بعد أشهر بالحديث عن هذا الموضوع يجب أن نتطرق نتطرق إلى الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء القادم لمناقشة لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه برأيك في هذا الوقت ولم يبقى كثيرا لرئيس الجمهورية يعني يبقى فقط عدة أشهر هل إعفاءه من مهامه سيكون مجديا أم هو مضع للوقت؟ كنت كتبته في افتتاحية عدد الشروق ليوم الخميس القادم في هذا الموضوع وأعتقد شخصيا أن هذا الموضوع مضيع للوقت وفيه خسام جديد وفرقة جديدة بين الطبقة السياسية في تونس باعتبار أن الرئيس الحالي عديم الصلاحيات أو قليلها إذا كان هو مضع للوقت فعلا لماذا تتم المطالبة به من قبل البعض هناك البعض الذي المتمسك بعرض هذا المشروع للقانون يرى أنه دربة على الديمقراطية أو آلية من آليات الديمقراطية وتتمثل في مراقبة السلطة التشريعية أو السلطة التأسيسية اليوم لعمل الحكومة وقدرتها على إعفائه أو سحب ثقة منه يقولون أن هناك دربة على الآلية هذا لم يكن موجودا في الخمسين سنة الماضية لدولة الاستقلال ثم دولة النظام السابق الذي أسقطته ثورة 14 جانفي من هذا الشأن تبدو أهمية هذا القانون لكن بالجانب الشخصي وباعتبار أن ولاية الرئيس المؤقت تنتهي بانتهاء الانتخابات القادمة التي يرجح أن تتم خلال السنة القادمة باعتبار أنه لن تم إجراؤها في عقاب السنة الحالية مثل ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب السياسية وبين الحكومة بما أننا نتحدث عن هذا الموضوع سننتقل إلى موضوع الانتخابات هناك حديث عن منافسة بين النهضة وحركة نداء تونس ما هي معلوماتك حول هذا الموضوع؟ إلى أي حد تمتد هذه المنافسة؟ المنافسة هي حقيقية إلى حد الآن باعتبار أن حتى استطلاعات الرأي في تونس تقدم هذين الحزبين في المراتب الأولى مرة هذا الحزب ومرة الحزب الثاني أي إذا تعطي استقطابا ثنائي على ساحة سياسية في تونس لكن هذه المنافسة هناك أساليب أخرى بدأ هذا الترفو ذاكي يستعملها وأعتقد أن قانون تحسين الثورة فيه جانب تطرح هذه المنافسة باعتبار أنه يهدف إلى أقصاء جزء من المنتمين لنداء تونس الذين كانوا ينتمون سابقا إلى التجمع الدستوري المنحل وخاصة أمين العالم وأوريشي وهناك اتهمات توجه الآن لحركة نداء تونس بأنها تسمح لبعض أزلام النظام السابق إن صح التعبير بالانزمام إلى صفوفها نعم هذا موجود وعلى ذكر هؤلاء المنتمين إلى النظام السابق أو أزلامه أو الفلول كما تتكاثر التسميات موجودون في عديد الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب حركة النهضة على الحاكم هناك بعض الذين انتموا سابقا وتحملوا مسؤوليات في الحزب السابق وفي الدولة السابقة في النظام السابق عاملوا معه موجودون أيضا في حركة النهضة صحيح أن أغلبهم ليست لهم مسؤوليات قيادية في الحركة لكن هناك في الصفوف الثانية والثالثة هناك من انضم سابقا إلى النظام السابق وعمل معه لسانواته في مسؤوليات وسطى وعلي أحيانا إذا ما تطرقنا الآن إلى الاجتماع الذي سيجتمع به الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي مع أعضاء من الحكومة رئيس الحكومة أيضا رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وآخرين لإنعاش الحوار لإنعاش بورصة الحوارات والتوافقات هل فعلا ستنجح الحكومة برأيك مع الاتحاد العام للشغل بإنعاش بورصة الحوارات والتوافقات الحوار الذي يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الأولى في تونس والتي لها وزن كبير اجتماعيا وحتى سياسيا تلعب دور سياسيا مهما قادرة على إنعاش الحوار وإجراء جولة جديدة من المفاوضات رغم الخلافات الموجودة ورغم أن الاتحاد يحسوا أحيانا أنه مستهد خلافات بشكل مفصل أكثر لكن بعد أن نتابع هذه الفقه الفقرة في إقراء الحدث ابقى معنا رجاء الشرق الأوسط النهضة تنفي إمكانية تخالي الغنوش عن قيادتها نفى زابير الشهودي رئيس مكتب زعيم حركة النهضة راشد الغنوش للصحيفة إمكانية تخالي الغنوش عن قيادة حركة النهضة التونسية خلال الفترة المقبلة لخلافة يوسف القرضاوي على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصادر أشارت إلى أن رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي سيعيد التشديد على نيته الترشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيواصل تحدي الاتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة في مجالين أساسيين هما قانون تحسين الثورة الذي يهدد بعض قيادات نداء تونس بالعزل السياسي وبتحديد السن القصوى لرئيس الجمهورية القادم بخمس وسبعين سنة بحسب نص الدستور الجديد وتتوقع معظم استطلاعات الرئي أن تشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة منافسة حادة بين حركة النهضة وحركة نداء تونس الصباح التونسي هل تنعش الحكومة واتحاد الشغل بورصة الحوارات والتوافقات؟ علمت الصحيفة أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي يستعد لعقد جملة من اللقاءات الجديدة مع كل من رئيس الحكومة علي العريض ورئيس الجمهورية مصف المرزوقي بالإضافة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وذلك من أجل إيجاد توفقات حول الصياغات النهائية للحوار الوطني الناطق الرسمي باسم منظمة الشغيلة سامي الطهري أكد أن هناك مساعي جادة من قبل الأمين العام لإيجاد صياغ توفقية تضع مصلحة الوطن في الاعتبار وهو ما سيركز عليه الحوار الوطني في جولته الجديدة المصر اليوم كاريس يلتقي قيادات إخوانية لإقناعها بتقديم تنازلاته قال مظر مطلع للصحيفة أن وزير الخارجي الأمريكي جون كاريس يلتقي قيادات إخوانية خلال زيارتها المرتقبة للقاهرة لإقناعها بتقديم تنازلات سياسية للمعارضة قبل التظاهرات الثلاثين من حزيران يونيو المصدر لفت إلى أن اللقاءات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين مع قيادات إخوانية تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لاحتواء مطالب المعارضة بهدف ضمان استقرار النظام مرسي الذي ترى واشنطن أن شرعيته بدأت في التأكل مبكرا وتابع أن الزيارت ستكون تحت غطاء بحث القضيات السورية لكن الهدف الحقيقي مناقشة الوضع الداخلي في مصر إذن أستاذ نجم الدين هناك مساعي جادة كما تقول صحيفة الصباح لإيجاد صياغ للتوافق والحوار مع كل هذه الخلافات التي برزت مؤخرا هل فعلا هناك إمكانية الآن لإيجاد صياغ جديدة للحوار والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة برأيك لا حل للجميع إلا في الحوار وقد أدار الاتحاد العام تنسي للشغل جولة منذ أسابيع جولة أخرى من المفاوضات وقد رعى خلال الأيام الماضية منهضة العنف والإرهاب وما حدث فيه تعلمون جيدا ما حدث فيه من انسحاب حركة النهضة صحبة ستة أحزاب أخرى وفي اليوم الثاني الجبهة الشعبية التلاف اليسار أيضا انسحب بعدما حدث في اليوم الثاني والاتهامات من رئيس الدولة بتسببها في حداث العنف التي حدثت في اليوم الأول الاتحاد الشغل يسعى إلى إقامة الحوار وإلى إيجاد مخرج وخريطة طريقة حقيقية للخروج بالبلاد من الأزمة الشاملة التي تتخبط فيها منذ سنة ونصف أو يزيد هناك رغبة جامحة لدى كل الأطراف السياسية للوصول إلى هذه التوافقات في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية والمرور إلى الانتخابات القادمة لإنشاء الوضع الدائم وانتخاب حكومة تسير البلاد لمدة خمسة سنوات كاملة مع الحديث عن الوضع السياسي هناك موضوع مقابل يترافق به الحديث في الصحف خاصة الصحف المغاربية يعني تونس المغرب الجزائر تبرز موضوع عدم الاستقرار الأمني في تونس وبداية انعكاسه على الدول المغربية الأخرى وتحديدا الجزائر هناك خبر يتحدث كان عن قبض على تونسيين وعلى أسلحة كان يودون إدخالها إلى الجزائر كيف تعلق على هذا الموضوع هل فعلا هناك قاعدة الآن في تونس ما هي خطورتها في تونس إلى أي حد وصلت في تونس على الجانب الأمني لا نخفي بالقول بأن هناك تحسن جيد في الأوضاع الأمنية داخل المدن باستثناء الحدود وباستثناء منطقة الشعان التي تحسيرها قوات الأمن وقوات الجيش الوطنيين لكن على مستوى الحدود هناك حراك كبير بين تونس والجزائر وليبيا وتحالفات موجودة بين شعوب أو بين القوى المتشددة ومتطرفة في البلدان الثلاثة هناك تنسيق فيما بينها وهناك مرور شبه سهل أو يسير للأسلحة بين البلدان الثلاثة على امتداد شريط الحدود الطويل بين البلدان الثلاثة هناك في تونس مثلا في جبل الشعانبي وفي المجموعة المتطرفة حسب الأخبار الأمنية هناك شباب جزائري وشباب تونسي وليبيا وأيضا موريتاني كما حدث قبل ذلك في العهد السابق في مدينة سليمان التي شهدت مواجهات بين المتطرفين الدينيين وبين قوات الأمن سنة 2008 أو 2009 في أحداث المعروفة بأحداث سليمان التنسيق ووجود قاعدة هذا ما ألمحت إلي أو أكدته وزارة الداخلية التونسية قبل أسابيع وتحدثت عنه بشكل مقتضب لكن يؤكد أن المجموعة عقبة بن نفع أو غيرها تابعة للقاعدة في المغرب الإسلامي كما تسمى هل هذه هي أحد أسباب تخوف البعض في تونس؟ بعض القيادات أقصد في تونس؟ السيد عبد الفتاح مورو كان يتحدث عن الذهاب بطريقة متشددة في فتاوى الجهاد مثلا يتحدث عن إنعكاسات هذه الفتاوى على المجتمع التونسي نعم سيد عبد الفتاح مورو خاصة في حواراته الأخيرة تحدث عن الفتاوى وقال أن هذا الشيء خطير وأضرع بالمجتمع التونسي وأحدث فكرا جهاديا بدأ ينتشر بين الشباب التونسي ويتم نشره أو توزيعه في المساجد وعبر وسائل الاتصال الاجتماعي وعبر الحلقات الشبابية في عديد الجهاد هناك أيضا في تونس بدأت محاكمات بعض المسؤولين عن تسفير الشباب التونسي إلى سوريا وإلى غيرها للجهاد وهناك القوات الأمن تلحق عديد المتورطين أو الذين لهم علاقات بهذا الملف في عديد المدن التونسية وخاصة في الجنوب التونسي تريد أخبار بين الفترة الأخرى عن قبض عن المتورطين في هذه الشبكات ومحاولة تفكيكها وتقديمهم إلى القضاء بعد الاستفال الأبحاث الأمنية طيب بما أننا نتحدث عن الفتاوى الجهادية وعن انتقاد السيد عبد الفتاح مورو حتى للشيخ القرضاوي وخاصة فتوى الجهاد في سوريا برأيك هل تورطت تونس في الملف السوري في مواقفها اتجاه الأزمة السورية أولا مثلا بقطع العلاقات مع دمشق وثانيا بإرسال مجاهدين إلى سوريا تغير الموقف التونسي حكوميا وشعبيا تعرفون أن وزير الخارجية كان في لبنان منذ يومين على ما أعتقد وقد صرح بأن العلاقات لم تقطع نهائيا وأنها ألمح أنها قد تعود خلال الفترة القادمة هناك ضغط شعبي وجماهيري في تونس وخاصة من عائلات الشبان الموجودين في سوريا سواء المسجونين أو الذين يجاهدون هناك وحتى الفتيات وغيرهم كثير والرأي العام في تونس يرى أن الشأن السوري شأن داخلهم السوريين وعلى التونس أن لا تقطع العلاقات أن تعيد فتح العلاقات مع سوريا باعتبار أن ذلك خطأ استراتيجي وأن الحل في سوريا لا يتم إلا بالحوار دون الصراع العسكري أو التقاتل بين أفراد الشعب الواحد ويرون أن البلدان والقواء الغربية والعربية التي ترسل نعم إذن هل هناك بهذه الحالة إعادة دراسة للعلاقات مع سوريا هل يمكن أن نشهد فتح السفارة السورية من جديد في سوريا خاصة بأن هناك تسريبات عن بعض السياسيين في تونس بأنه يتم التداول في هذا الموضوع فتح السفارة من جديد في سوريا إعادة العلاقات وفتح السفارة التونسية في سوريا أمر وارد وهو لم يتأكد إلى حد الآن لكن إذا قرأنا التصريحات من الرسميين أو حتى من الأحزاب السياسية المعارضة نعتقد أن الأيام القادمة قد تأتي بالجديد في هذا الملف رغم أن الرعاية التونسيين بما فيهم المقيمين في تونس أو الذين يمارسون الجهاد المقيمين في سوريا أو الذين يمارسون الجهاد هناك ضغط منهم وقد ضعت أمورهم وأحوالهم ويجب إعادة فتح تمثيلية تونسية أو القنصرية أو سفارة بصفة عامة باعتبار أن السفارة التونسية في لبنان هي التي ترعى إلى حد الآن شؤون هؤلاء التونسيين الموجودين على الأراضي السورية لأسباب مختلفة نعم سنعود لمناقشة موضوع مرتبط إلى حد ما وهو عن إمكانية مغادرة رئيس حركة النهضة لمركزه في النهضة ليتولى رئاسة الهيئة الدولية لعلماء المسلمين لكن بعد أن نذهب في هذا الفاصل من جديد أهلا ومرحبا بكم نعود لنستقبل ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب التونسي نجم الدين العكاري أهلا بك من جديد كنا تحدثنا بأننا سنناقش بعض الفاصل إمكانية مغادرة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليتولى رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مكان القرضاوي من الواضح أن هناك امتعاد تونسي وخصوصا من قبل النهضة على فتاوى القرضاوي وهناك مستجدات توحي بالتغيير في هذا المجال هل فعلا سيذهب الغنوشي مكان القرضاوي؟ هكذا تتحدث الصحافة التونسية مع أنه بعد فترة تحدثت النهضة أو تقول الشرق الأوسط بأن النهضة قالت لها بأن هذه المعلومات ليست صحيحة هذا الأمر تردد قبل فترة تعويض راشد الغنوشي للقرضاوي القرضاوي ليس فقط بسبب فتاويه الغريبة وغيرها بل حتى لتقدمه في السن والحالاته الصحية هذا الأمر ورد تواتر قبل فترة لكنه لم يتأكد هناك أسماء أخرى أيضا دون راشد الغنوشي ترحت كخليفة للقرضاوي شخصيات غير تونسية طبعا بينهم ترح في وقت من الأوقات اسم السيد خالد المشعل أيضا سيد دارش الغنوشي رغم رمزياته الكبيرة وأنه أكبر شخصية محورية في حركة النهضة لدى القيادات ولا حتى لدى قاعدة حركة النهضة قد يتخلى عن الحركة على أقل السياسية باعتبار أن السنة القادمة هناك مؤتمر مهم في حياة أو في تاريخ حركة النهضة باعتبار أنها قد تنقسم إلى حركة دعوية وإلى حزب سياسي ويرجح أن يتولى رئاسة الحزب السياسي شخصية جديدة تكون أقل تشددا وأكثر قدرة على التحاول والتواصل مع بقية الأحزاب التونسية ويتفرغ شيد رشد الغنوشي ومن معهم من الذين يسمون هنا في تونس بسقور الحركة إلى الحركة الدعوية وتهتم بالفكر الإسلامي وغيره على أن يتتولى للقيادات الشبابية أو غيرها الأخرى العمل السياسي وإدارة الشأن العام إن وصلت أو نجحت في الانتخابات القادمة نعم في هذه الحال في حال ذهب الغنوشي لخلافة القرضاوية في هيئة علماء المسلمين ما هو الفرق الذي يمكن أن يحدث في الهيئة برأيك إن ذهب وإن تأكد هذا الخبر وذهب الرئيس الغنوشي أو تخلى عن قيادة حركة النهضة فإن الطيار ما يسمى طيار المعتدل داخل حركة النهضة قد يفوز وقد يربح أشواطاً أمام بقية الطيارات أو الأراءة التي تضم حركة النهضة والذي لا ينكرها أحد والتي بدأت تبرز على الساحة السياسية هنا في تونس من خلال التصريحات التي تبدو أحياناً متناقضة مع فكر حركة النهضة التي عرفت به منذ كانت في المعارضة وفي المنافي وغيره منذ نشأة حركة الاتجاه الإسلامي قبل 32 سنة تقريباً هذا الطيار هناك بعض رموزه مثل سيد عبد الفتاح مورو وسيد حمادي جبالي سيد سامير ديلو وغيرهم من الشخصيات وسيد نوردين البحيري التي لها علاقات متميزة مع المعارضة ومع المجتمع المدني وسبق لها أن تحاورت معه ونشطت معه أيضاً سيد علي العريض قادر على لعب هذا الدور والانتماء إلى هذه المجموعة لكن مع العودة والحديث عن موضوع الفتاوى وحديث سيد عبد الفتاح مورو عن تحفظ عن فتاوى الجهاد الأخيرة كان من المعروف بأن حركة النهضة والشيخ راشد الغنوشي يباركون هذه الفتاوى فتاوى الجهاد خصوصاً ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء نعرف أن سيد راشد الغنوشي شارك منذ أيام في متمر القاهرة حول الجهاد وغيره وكان من ضمن الموقعين على البيان الختامي لهذه الهيئات الإسلامية المجتمعة في القاهرة هناك أحياناً خطاب مختلف أو مزدوج في وقت من الأوقات قالت حركة النهضة أنها ضد إرسال التونسيين وضد هذه الفتاوى التي تجيز أو تدعو إلى الجهاد لكن نجدها في أحياناً أخرى سواء عن طريق سيد راشد الغنوشي وغيره من القيادات الأخرى ومنهم السيد الحبيب اللوز وصيد قشورو وغيرهم في الحركة يدعون إلى مثل هذه الفتاوى ويؤمنون بها بل أن هناك مصادر أخرى ولم يتأكد هذا الخبر تقول أن بعض قيادات حركة النهضة أو بعض رموزها في الصف الثاني وغيره تقف وراء إرسال هؤلاء الشبان إلى سوريا وتصدر بين الظفرين الاتهامات عن الأحزاب اليسارية وخاصة عن بعض قيادات الجبهة الشعبية أود الآن أنتقل إلى بعض الانعكاسات للملفات العربية على الوضع التونسي وبالعكس أيضاً والتعليقات منك على ما يجري الآن في العالم العربي أنتقل إلى الموضوع المصري التي تتحدث عنها الصحف خاصة بعد حديث عن مليونية تحذيرية لمرسي بالمقابل أيضاً أنصار مرسي يهددون بثورة إسلامية جديدة ماذا تقول؟ هناك مواجهة قد تحدث في مصر وفي غيرها من البلدان نعرف أن يوم 31 جوان القادم أي بعد أقل من بعد حوالي أسبوع ومن الآن قد تحدث مواجهة بين الإسلاميين وبين العلمانيين أو الحداثيين في مصر هناك رغبة وتقود حركة تمرد في إنهاء حكم الإسلاميين هذه الحركة لها ارتزادات أخرى في تركيا وأيضاً في تونس ولكن بشكل أقل وهجاً وألقاً لكن في مصر قد تحدث المواجهة وقد تسيل الدماية يعني يومها إن تمسك كل طرف بذلك وقد رأينا هل بات حكم الإخوان في جمع هذه الدول يصطدم بالغرب؟ نعم الغرب له دور كبير في حماية الإخوان سواء في تونس أو في تركيا أو في مصر لكن هناك من يقول وهناك بعض الوسائل الأعلام تسرب معلومات تقول إنها استخباراتية عن أن الغربة بدأ يراجع موقفه من حكم هذه الجماعات في البلدان الثلاثة وفي غيرها من البلدان التي المنتمي لما يسمى بالربيع العربي وهناك من يقول أن الغرب حاول أن يعطي الفرصة للإسلام السياسي لممارسة الحكم لإضعافه ولإظهار نوع من ردة الفعل الشعبية ضده حتى لا يقال أنه بقي مقصيا ولم يمارس الحكم وأن الغرب دائما يقف ضده حاول هناك تحليلات تقول أن الغرب أعطى للإسلام السياسي فرصة وأغلبها عقب ثورات وعقب حالة من عدم الاستقرار والاحتقان ليظهر عجزه عن إدارة الشأن العام في هذه البلدان بما يضعفه ولا يصيله إلى مواصلة الحكم والاستمرار فيه خاصة أن بعض هذه البلدان تريد في مستقبل الأيام والسنوات القادمة فرض الخلافة الإسلامية وفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه البلدان العربية والإسلامية بهذه الطريقة أفهم منك بأن حكم الإسلاميين والإخوان تحديدا يتراجع في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط هل فشل تماما؟ دعيني أتحدث خاصة على ما أعرفه بشكل جيد عن تونس هناك لا مجال للشك في أن تراجع حكم تراجع شعبية الإسلاميين وحركة النهضة واضح جدا وتبينه استطلاعات الرأي في تونس رغم أن الكثيرين يشككون فيها وأيضا حتى من خلال جماهيرية هذه الأحزاب عند الرأي العام من الناس الذين نلاقيهم رغم أن الحركة لم تجهد انشقاقات أو خروج عناصر باريس أتحدث عن حكم الإخوان في جميع الدول العربية في مصر في تونس حتى في تركيا نحس نحس وهو ما تريده وسائل الأعلام وغيرا نحس أن هناك تراجع وهناك غذبا من حكم غذبا على حكم الطيارات الإسلامية والإخوانية في هذه البلدان وهو واضح هنا أن نرى الحراك الاجتماعي والسياسي والمظاهرات والمسيرات والمواجهات وغيرها ومطالبة بإنهاء حكم هذه الطيارات أو هذه المجموعات التي في الحقيقة جاءت عن طريق سندق الانتخاب في هذه البلدان في المقابل لننهي هذا الملف في المقابل نشرت قناة أم بي سي الأمريكية تقريرا حول تدريب قوات أمريكية لمكافحة الشغب بأحدى القواعد بولاية تكساس ليتم إعدادها لتدخل أو للتدخل السريع في حال تصاعد العنف في مصر بمظاهرات 30 يونيو لصالح الحكومة المصرية لصالح الرئاسة المصرية إذن هذا ينافي كل كلام الغرب عن التخلي بطريقة أو بأخرى عن الإسلاميين أو فشل الإسلاميين كيف تفسر؟ نعم حدث مثل هذا ونا رأينا تدخلا مماثلا في ليبيا هذا الكلام إن صح يدل أن حتى الغرب له خطابان ولا الغرب طبعا تحركه ومصالحه وضرورة بقائه هناك وضمان موقع قدم له هناك في مصر لا يريد أن تحدث الفوضى باعتبار أنه يريد ليس حماية الإخوان فقط بل حماية دولة الكيان الصهيوني القريبة من هناك ويعرفون أن أي مواجهة قد تحدث أي اضطرابات أو عدم استقرار قد يوسي وقد ينتقل مباشرة عدوه إلى الكيان الصهيوني وإلى نعم نعم سنعود لمتابعة هذا الحوار معك لكن بعد أن نأخذ فقرة اقرأ كاتب التي تتمحور اليوم حول الحدث السوري وتسليح مسلح المعارضة السفير محمد بلوت أصدقاء سوريا سباق تسلح لم ينتظر قائد الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان اجتماع الدوحة لمعرفة ما إذا كان ينبغي أم لا الاستجابة لطلبات التسلح النوعي للمعارضة السورية بندر أشرف الأسبوع الماضي بحسب مصادر عربية في باريس على عملية توزيع أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات من صنع ألماني في أنتاكيا على مجموعات تشمل الجيش الحر وكتائبة تنتمي إلى أحرار الشام وتتوزع على جبهة أريا في حلب وإدلب وحمص ودمشق وتحدث مصدر عربي للصحيفة عن بحث المسؤول الأمني السعودي الأول عن تزويد المعارضة السورية بصفقة أسلحة تضم صواريخ مضادة للطائرات من صنع فرنسي ديبلوماسي فرنسي قال إنه من غير المنتظر أن سجيب لجميع المطالب التي تضمنتها لائحة اللواء سليم إدريس التي تتضمن 15 نوعا من الأسلحة ذلك أن بعضها يتطلب استشارة الإجهزة الأمنية الفرنسية بسبب الطبيعة الفائقة الحساسية لهذه الأسلحة والخوف المستمر من وقوعها في أيدا معادية للمصالح الفرنسية أو انتقالها إلى الجماعات الجهادية ويقول قطب سوري معارض أن مؤتمر الدوحة قد يتحول إلى مؤتمر وداعي لعملية التسليح التي ستقتصر من بعده على العمليات التي تقوم بها الدول الخليجية وحدها إذا أستاذ نجم الدين عليك سمعت هذا المقال معنى بندر بن سلطان قائد الاستخبارات السعودية أشرف على إيصال أسلحة جديدة إلى مسلحي المعارضة إلى الجيش الحر وأحرار الشام تعليقك بداية على ذلك أن هذا التسليح المفرد الذي تقوم به بعض البلدان الخليجية وأساسا السعودية وقطر فيه نعم أنه أرواح جديدة من الشعب السوري ستزهق ودماء ستصفك ودمار شامل سيصيب هذا البلد العربي المسلم الحل لا يكمن في مزيد التسليح ومزيد التقاتل بين الأفراد الشعب السوري بل في حوار سياسي ينهي حالة التقاتل والاحتقان التي تسود منذ أكثر من سنة الحل لن يكون عسكريا لأن العدوى ستنتقل إلى بلدان الجوار وقد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباء وقد تكون إلى حرب أكبر وأشمل وتمس أكثر من دولة في المنطقة قد لا يعيد كثيرون خطورة ما يقومون به وهذه ملايين الدولارات التي تصرف ماذا يريدون هل يريدون تغيير رأس النظام أو تغيير النظام في سوريا لنفترض جدلا أن نيتهم هي إزالة الرئيس بشار الأسد فبهذه طريقة نزحه عن الحكم هل ندمر بلدا من أجل أن نغير رئيس الدولة طيب ما لك تتحدث في هذا الإطار هذا التسليح جاء منافيا لما توصلوا إليه في قمة الثمانية قمة الثمانية ركزت على الحل السياسي هذا التسليح إذن هل يأتي بقرار أحادي من هذه الدول المسلحة هل هذه الدول المسلحة لم تعد تستمع إلى الخطاب الغربي وإلى الولايات المتحدة تحديدا بما أنها حليفة الولايات المتحدة أم هو لعبة أمريكية طريقة شد وجذب هذه البلدان لا تحكم في نفسها لا تحكم تدخلها في هذه المنطقة بنفسها هناك إملاءات وهي تنفذ هي يد المال فقط لا تفكر هي تدفع المال وتدفع الأسلحة وتنفذ أجندة خاصة صاحب القرار أو صاحب الأوامر هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تطلب من الدولتين ومن غيرها من الدول بالتسليح ودفع الأموال من أجل ذلك نعرف أن هناك دعوة قريبة ستتم في جينيف لإيجاد حل سياسي مقابلها نجد هذا التسليح المفرط للأسلحة الثقيلة وغيرها التي تقدم لما يسمونها بالثوار والمتمردين وغيرهم في سوريا طب إذن لماذا يتم التسليح الآن قبل جينيف الثنين مع أن الجميع يتفق على أن الحل سيكون سياسي حصرا هو يردون أن يضعوا النظام السوري في الزاوية ويظهرون في مظهر ضعف بتقوية المعارضة ليكون قابلا بالأوامر أو بالشروط الدولية أو الأمريكية التي ستفرض في مؤتمر الجينيف القادم هذا هو السر التسليح في هذا الوقت بالذات قبل أسابيع أو قبل أقل من ذلك لإظهار القوى المعارضة وقوى الثوار بقوتهم وإضعاف محاولة إيرباك القيادة السورية أو النظام السوري الحالي أعود إلى ما قلت حضرتك قبل قليل قلت بأنهم لا يعون خطورة ما يقومون به لو تشرح ما هي هذه الخطورة ماذا تقصد عن أطراف المسلحة أقصد الخطورة قد يتم جر بلدان أخرى في المنطقة للدخول بكل قوها في هذه الحرب الدائرة الآن اليوم في سوريا قد تنتقل شرارتها إلى عديد البلدان الجوار وهذا الخطر في توسيع رقعة القتال في المنطقة لكن فعلا الموضوع السوري بات ينسحب على عدة دول مجاورة نعم نرى مثلا بداية كيف انتقلت العدو أو الشرارة إلى لبنان وقد تنتقل إلى غيرها من دول الجوار هناك العراق وهناك الأردن وغير بعيد نعم هناك إيران وهناك أيضا الكيان الصهيوني وغيرها قد تصلها لرقعة المعارك التي تتم اليوم على الأرض السورية سألتك عن رأيك الخاص أريد أن أستفسر أكثر عن رأي الأغلبية التونسية الشعب التونسي كيف ينظر الآن إلى الوضع السوري في الحقيقة هو شعب السوري منقسم إلى قسمين على الأقل هناك قسم ويضم الأنصار حركة النهضة وغيرها من الأحزاب الصغرى والمجموعات المتألفة معها هي تناصر المعارضة السورية وهي ضد النظام القائمة ضد بشار الأسد وتطالب بإزاحته وتعتبره ديكتاتورا وجب إزاحته والقضاء عليه وهناك من يكفره ويكفر غيره من المنظمين إليه وهناك أخرون يرون أن الشأن السوري شأن داخلي وأن الحل لا يجب أن يكون إلا سياسي وأنه يجب إيقاف هذا التقاتل وهذه المعارك التي تهدف إلى ضعاف القدرات الشعب السوري والدولة السورية وهي ترى أنه سيحدث فيها ما حدث العراق وقد يكون مستقبلها تقسيم هذه الدولة إلى دولات أو إلى مجموعات تخدم التواقف وغيرها لإضعاف الدولة السورية وإيصال الحكم الإسلاميين بعد إزالة هذا النظام إن تم ذلك فعلا نحن رأينا قبل أشهر حتى عرضناها على شاشة الميادين كان هناك مظاهرات ضد سياسة الحكومة تجاه الوضع السوري وتجاه الأزمة السورية نعم في تونس شهدت عديد المظاهرات حركتها مجموعات من الأحزاب ذات المولايات القومية واليسارية أيضا سندت النظام السوري وسندت رئيس بشار الأسد ورأت أن الحل يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا وقد تكاثرت هذه المظاهرات والاحتجاجات وبدأت تتوسع رقعتها ورأينا أن بعض التونسيين تظاهروا أيضا أمام بعض السفارات وخاصة أمام السفارة القطرية وطلبوا برفع اليد أو بعدم تسليح المعارضة في سوريا حتى ننهي هذه الحلقة سيدي الكريم أود منك تعليق عن الوضع التونسي بشكل عام تونس إلى أين ذاهب الآن في الحقيقة لا يخفى أن تونس تعيش مازال الوضع الضبابي متواصلا وقد يحدث الانفراج خلال الأسبوع القادمة باعتبار أن الأيام القادمة سيتم الإعلان عن بعض الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستتولى الإعداد اللوجستي للانتخابات القادمة وهي تتطلب فترة لا تنتقل عن بين ستة أو ثمانية أشهر لإعداد انتخابات قادمة وهنا مكانية لقامة حوار والتهدئة يتدخل فيها الاتحاد العام التونسي للشغل لضمان أكثر استقرار والتقليص من عارك الشارع ومن الاحتجاجات ومن الإضرابات وتهيئة مناخ سياسي وأمني يهيئ الانتخابات تتم دون أحداث شغب أو دون خلافات خاصة أن الفترة القادمة ستشهد الانتلاق في مناقشة الدستور قد يتم ذلك بعد أسبوعين أو على أقصى تقطير مع بداية شهر رمضان القادم نتمنى الخير لتونس ولجميع التونسيين الكاتب التونسي السيد نجم الدين العكاري رئيس تحرير جريدة الأنوار أشكرك جزيل الشكر مشاهدين الشكر الأكبر دائما يكون لكم في متابعة هذه الحلقة من آخر طبعا شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر